سلام عليك بشماندس بلال. مهاندس عمر. ازاي حضرك بشماندس اخبارك ايه? عليك السلام. الحمد لله. كيف صحتكم? خير. الحمد لله اتمنى عليك. نبدأ ان شاء الله? اه نعم اكيد. اجازكم الخير. اه بشماندس بلال دريدي مهاندس معماري. خبرة اكتر من اتناشر عام في التصميم وادارة الموقع وحفظ المباني التراثية. وحصل على البيمي بي ومعتمد من اوتو ديسك اوتو ديسك ارتفايت البروفيشنال. وشغال البيم مانجر في شركة اف ا ام هولدنج الالي سي. ودي مش اول محاضرة ولا اخر محاضرة. المحاضرة بتاعتها شويق جدا. المناس كلها متابعاها. فان شاء الله وقت شويق وجميل مع الشانس بلال. في شرح السيم دي والترمبل. وازاي ان احنا نشغل مع بعض كفريق في موضوع الملثات البيضة. فضل رسزنا. الله يزي تفضل بشي مهانتس عمر اه اول شي قبل ما نبدأ ان شاء الله نشكر مهانتس عمر على الفرصة الجميلة هذه دايما يعطينا الفرصة انه نشارك معاكم معلوماتنا البسيطة جدا. اه زي ما تفضل مهانتس عمر احنا تكلمنا او كان عنا حصص سابقة فيما يخص الكامنديتا اي انفايرمنت وكمثال اخذنا التريمبل كناكت اه از التول كان تكلمنا يعني في الاغلب اخر مرة في او في المحاضرات سي دي اه كان تركيزنا اكتر شي على البروسيس كان تركيزنا اكتر شي على البروسيس وعرفنا كيف نستعمل تريمبل كناكت اه بلاتفارم كيف تساعدنا في بروسيس سي دي وكيف نكون سي دي مع بعض. اه فكرة الكورسات اللي اللي جاية حاليا او اه يعني ابتدائنا من اليوم ان شاء الله انه اه العكس يعني نتعلم تريمبل كناكت از تول وكيف على من من التول نطلع على بروسيس الخاص بكل شركة يعني ان شاء الله رح تكون عنا حصص اه ان شاء الله اذا كان في اه نصيب انه كل اسبوع كل يوم ثلاثة هتكون عنا حصصا تتكلم عن تريمبل كناكت وليحضر معنا من اول الحصص اه بمجرد ما يخلص هتتكون عنده اه تتبلور عنده عفوا ان فكرة اه حتكون عنده فكرة كيف يبني او كيف يعمل سي دي خاص شاركته هو سواء كان أو إذا كان ديفولوبر أو حتى سبلاير Trimble Connect من الـ Platforms أو من الـ CD المعروفة في الماركت وتعتبر من الـ Platform أنا نقدر نقارنها بعد استعمالي وبعد خبرتي البسيطة في Trimble Connect تقدر تنفس بيم 360 تقدر تنفس بيم بنتلي 360 ProjectWise شايفها منها الـ Platforms السهلة وحتى الـ Coast Medium Coast يعني بس هو راجع أكيد Platform يعتبر شيء يعني مجرد طول بس هي راجع للـ Specialist اللي يستعمل هاتي الـ Platform والحسب طريقته والحسب دائماً نركز على كلمة الـ Workflow بالنسبة Trimble Connect هي أربعة applications أول شيء الـ Web Browser زي أي بلاتفورم تكتب بـ Trimble Connect وتدخل على الـ Web Browser عادي في الـ Project أو في الـ Web Browser عندك تقدر تكارية مشروع وتقدر تعمل الـ Project Management للمشاريعكم فيها 2D & 3D Viewer ورح نشوفها أكيد بالتفصيل لأنه احنا في كورساتنا إن شاء الله هاتي رح نفصل ونحكي على الـ Web Browser نحن نحكي على كيف نستخدم الـ Web Browser في الـ Laptop بحيكون More Easy To Access To Your Account وعننا كذلك الـ Mobile Application وهذه بصراحة يعني تعتبر من الأشياء Very Very Powerful بصراحة أنا حالياً نحكي لكم على نفسي يعني الـ Application اللي في التليفون أو في الموبايل ساعدني كثير أني نتابع المشاريع خصوصاً أركز على الكلمة هذه خصوصاً المشاريع لـ Under Construction صار في communication وفليكسيبليتي في الـ Communication ما بيني وبين الـ Site Engineers وصار عنا full control على بروغرس المشاريع وعننا كذلك الـ HoloLens اللي هي يعتبر مطور من شركة جوجل خلينا نخفي هذا خلينا نخفي هذا منتصر عمر اللي هو مغطي الـ HoloLens Application هي يعتبر احنا عنا غالباً أو في الماركت عارفين أنه في شيء ما يسمى بالـ AR اللي هو Augmented Reality وفي عنا الـ VR اللي هو Virtual Reality الـ HoloLens تشتغل بـ Third Option أو بتكنولوجيا جديدة اللي هي Mixed Reality يعني الـ Virtual Reality بمجرد ما تلبس الـ Device رح تنعزل عن العالم الخارجي تصير أنت محوط ورح يصير عندك Englobe بالـ 3D أو بالـ Output اللي يكون عندك في الـ VR Device يعني مش عارف شو بجنبك جدار أو قدامك جدار أو لقدر الله بجنبك حتى يعني حفرة يعني It's too much risky إذا استعملتها في الـ Site الـ AR أو Augmented Reality تقدر تستعمل للتليفون أو تقدر تستعمل للابتوب أو التابلت أو الأيباد يعني هذه غالباً الـ AR يستعملوها المطورين العقارين أو حتى الناس اللي شغالين في الـ Real Estate بمجرد ما يخلص الـ B Model أو يخلص 3D Model بمجرد الإنترير يقدر يصدر 360 Panoramic ويروح يصدرها على softwares اللي هي متخصة أنها تعمل 360 Panoramic Walkthrough إذا كانت عندنا إن شاء الله الفرصة مستقبلة نعمل courses عن الموضوع يعني يقدر الـ Client يشيك على الشقة اللي حاب يشريها مثلاً بالتليفون أو يقدر حتى يركب تليفونه في ديفايس ويشوف الشقة تكون عنده صورة أوضح عن الشقة اللي حيشتريها أو حتى عن المشروع اللي أنت رح تصمم له إياه مستقبلاً أو during the design phase الـ HoloLens تشتغل بالـ Mix Reality يعني رح تشوف 3D تشوف 3D Projected أو حتشوف 3D موجودة يعني حيعملك Mix ما بين 3D والواقع يعني وانت ماشي في السايت وانت ماشي في السايت رح تشوف الجدارة هل هو مطابق للجدار المنفذ على حسب الـ Beam Model أو لا أو الـ Information Model بش نكون أكثر دقة قادر حتى وانت ماشي في السايت يعني حتشوف توصيلات الـ Pipe أو الـ MEP أو الـ Drainage أو الـ Electricity أو الـ Firefighting وتعمل لها Projection على خلينا نقول العظم أو على الـ Concrete وإذا كان عندك مشكل يعني during the site visit تقدر تعمل حتى notification or you can assign task to the design or the modeling team in the design office طيب Trimble Connect يعني اليوم إن شاء الله رح نتكلم أو نركز على موضوع Project Management يعني كيف حتعمل مشروع جديد كيف تدخل مشروع جديد شو المعلومات اللي لازم تعملها شو الأشياء اللي لازم تدخلها مشان تكريد آآ مشروع جديد آآ زي ما شايفين الـ Beam Viewer أو 3D Viewer اللي هو integrated في Trimble Connect على فكرة هذا المتحف إذا عندكم فكر عليه أو شفتوه أريدي وأنا متأكد أنكم شفتوه تم عن طريق أو الـ Quality Control and Quality Assurance تمت عن طريق هولولانز آآ الـ Device اللي هو الميكس رياليتي كنت نحكي لكم عليه من شوية تمام خلينا نروح مباشرة على خلينا نروح مباشرة على خلينا نروح مباشرة على Trimble Connect وابسايت تمام زي ما شايفين Trimble Connect خلينا نروح نعمل آآ sign out آآ تروح لجوجل عادي تكتب Trimble Connect رح يوديك على الوابسايت زي ما شايفين الوابسايت فيه معلومات قيمة جدا يعطيك معلومات على آآ البلاتفورم يعطيك معلومات على آآ الشركة يعطيك حتى آآ يوكيس ستاديز اللي يستعملوا فيها Trimble Connect Trimble Connect أو Trimble as a company عندهم كذا كذا product يعني سواء في في الطوبوغرافي في السورفين في الثري دي ليزر سكانين عندهم في as a common data environment عندهم as authoring tools modeling tools like tecla et cetera et cetera يعني هتشوف شو شو Trimble Connect وحتى تكون عندك فكرة معامقة أكثر زي ما شايفين يقولك 14 مليون users can't be wrong يعني products بصفة خاصة يعني تروح جهنا هنا عادي sign in تعمل sign in آآ أنا مريدي مسجل ال illusername والcoloordo في الوابسايت بس هي مشان تعمل حساب هو عادي يعني زي اي زي اي بلاتفارم يعني تدخل وتعمل sign up ودخل ايميلك وتختار تختار خلينا نقول LIDECOT jsem هع Hindus لكم عليها بعد شوي بمجرد ما تعمل sign in وصراحة مليش حب نضيع لكم وقتكم بعمل حساب وهذا سهل جدا يعني تقدر تدخل وانتم متعودين يعني عندكم حساب في autodesk في في الكثير من البلاتفورمز بمجرد ما تدخل على تيمبل كناك تح تكون عندك البروجيكت خلينا نقول الووركينج اريا او البروجيكت براوزر اريا باش تدخل او تكريايت نيو بروجيكت سهلة جدا عندك هذا اسمها نيو الباطن بلو باطن نيو بمجرد ما تعمل click على نيو حتطلع لك small palette اللي هي معلومات المشروع الجديد طيب احنا احنا عمل مشروع جديد مع بعض اللي هو ورح يتبعنا الى نهاية هاته الكورسات انا جا في بالي قبل الكورس بصراحة نسميه بيم رابية رابية عفوا تاست بروجيكت تمام الشغلة الثاني اللي هي يقول لك project photo or thumbnail تقدر تعمل upload ودخل صورة للمشروع سواء perspective or 3D الشغلة الثالثة اللي هي مهمة جدا واللي هي واللي هي تسمى بسيرفر location با ديفولت تريمبول كناكت في عندك ثري سيرفرز يعني تريمبول كناكت مبرمجة او مبرمج يعني مبرمجين برمجوا تريمبول كناكت على ثري سيرفرز وش معناها؟ اذا انت مثلا في على سبيل المثال في مصر او في او حتى في شمال افريقيا على سبيل المثال انت وش لازم تختار تختار السيرفر لأقرب للمكان وانت شغال على سبيل المثال احنا حاليا في اختار ايجيا تمام؟ اذا كنت انا في كاندا اختار اه نورث امريكا في شغلة بس نبهكم عليها انه قبل ما تروح تشتري او قبل ما توقع عقد تريمبول كناكت از بلاتفارم في في البروتوكول او في شروط العقد في دول اه من دون ذكر الاسم ممنوع مانعا باتا انك تستعمل تريمبول كناكت عند اول تريمبول كناكت بروتاكت في هاته الدول هما خمسة ستة دول ولازم تتعهد انك متستعملش البلاتفارم عندهم على ذلك هما عاملين لسيرفر بحيث انه دول معينة فقط لتقدر عندها الاخسز للشي هذا على سبيل المثال افريكا على سبيل المثال نختار يوروب اذا كنا في غولف ريجن نختار ايجيا اذا كنا في تشاينا نختار ايجيا بطبيعة الحال ونورث امريكا هي نورث امريكا اكيد تروح معها كاندا ممكن ميكسيكو على سبيل المثال تختار انت السيرفر الاقرب لك اللي هو ايجيا يعني بطبيعة الحال احنا اقرب على ايجيا عسينا نختار اسيا طيب اه الشغلة الخامسة او الرابعة هي البروجيكت اونرشيب البروجيكت اونرشيب اللي هو مالك المشروع يعني اه الحساب بمعنى ابسط اه اسم الحساب اللي هو انت مثلا اذا كريت اه بروجيكت اه عفوا اه عملت اه حساب في تريمبل تسميه مثلا اي 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 بي 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 سي 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 حيطلع لك بروجيكت اونرشيب اي 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 بي 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 سي 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 فهمتوا عليه بس اللي همكم انتم هو البروجيكت لايسينز نحن عنا ثري ديفرنت اه لايسيز اللي هيه البيسيك اللي هي اه عندك اه 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 فايف جيجا بايت ستوريج في الكلاود اه وعندك اه المقضون خلينا نشوفه مع بعض. وعندك البزنس وعندك البزنس بريميوم وعندك الانتر برايز. رح نشوفهم بالكامل وشو الفرق ما بينهم اه الثلاث. طيب انا حاليا با ديفولت رح نخليها انتر برايز لان هذه اعلى وحدة وفيها كامل لأنه نحتاجهم بعد في المشروع وفي عندك شغلة هنا اسمها مور اوبشنز بمجرد ما تعمل كليك على مور اوبشنز يقول لك أعطيني ديسكريبشن المشروع ركزوا معي يا جماعة في هذه لأنه مهمة جدا لأنه مرات يكون عندكم معلومات تدخلوها في بداية الأمر يعني خليني نقول لكم البروستس هذا هو ما يسموه البروستس على السريع بس تخلي المشروع في الـ وإذا في تحديثات نعملها من بعد ورح نتكلم كيف نعمل تحديثات من بعد على سبيل المثال ديسكريبشن المشروع project or project created for بيم رابية courses جي بلاس على سبيل المثال ن يعني مجرد مثال فقط اتساترا تمام يعني بسيط يعني واضح يعني خلينا نقول the starting date of the project انت عندك too many options اذا كنت انا بديت المشروع من design phase نحط اكيد the starting date of the design phase اللي هو 16 في الشهر اليوم march تمام the end date اللي هي طبية الحال اكيد رح تتعدل الا اذا انت فعلا فعلا لازم تخلص في هذا الوقت مثلا اذا مشينا على مبدأ design phase ممكن 16 june 16 نخلص كامل design بس اذا كان عندك في construction phase سيصير كلام ثاني بمجرد ما تعمل create بمجرد ما تعمل رح ي create لك المشروع وياخذك علي بطبيعة الحال طيب ممتاز جدا زي ما شايفين او حينقلك من project او projects workspace الى project workspace يعني من المشاريع الى المشروع اللي انت عملتو او which you've created recently طيب زي ما شايفين الworkspace او user interface احينقسم الى قسمين زي ما شايفين light dark or light grey عفوا جهة light grey وعندك the blue bar لي على الشمال خلينا نحكي على هذه لانها بسيطة يعني مش معقدة ومن بعد نمشي البلو بار طيب نمشي واحدة واحدة عندك هذه سماها explorer الاكسبلورر هي اللي رح تكون فيها الفولدر structure اللي خاصة بك والفولدر structure يا جماعة هي it's not يعني مش معادلة ثابتة ثابتة يعني نفس الشيء بنسبة building information modeling implementation يعني building information modeling لما نعمل implementation هو ما عندوش قواعد ثابتة تتطبق وتتكرر وrepetitive في كامل الشركات حذر يا مشغلة لانه البيم أو building information modeling implementation strategy it's unlimited تختلف باختلاف طبيعة الشركة طبيعة المشروع طبيعة حتى الاشخاص اللي شغالين طبيعة supplier طبيعة fabricators طبيعة contractors طبيعة حتى قادر البيم implementation strategy تتغير بمجرد مثلا ينزل على سبيل مثال واباء زي الCOVID-19 هذا قدر يغير لك بيم strategy implementation يعني حذري في شغلة هذه كذلك explorer أو folder structure اوكي الفولدر structure اذا مشينا نحن بstandard اللي هو ISO 19 650 part 2 اللي هي working progress shared published and archived هذه اوكي ثابتة بس ثابتة نظريا مش ثابتة عمليا لانه اذا مشينا للعمل الصرح تختلف تماما كprincipe كمبدأ yes published and archived بس في التطبيق اختلف الوضع لذلك انا دائما I support the idea of ولا دائما اشجع الناس انه لما تتعلم شي في building information modeling يقول لك والله كانت عندي البارح كورس building information modeling طيب شو تعلمت والله تعلمنا على الباب اللي هو البيم execution plan طيب مباشرة انت ولو حتى تخطئ اعمل projection للشي اللي تعلمت على الواقع لانك اذا اخذت المعلومات اللي تعلمتها نظريا وطبقتها في الواقع احشوف اشياء اشياء مختلفة مش مختلفة على وش تعلمت بس احشوف احتكتشف اشياء جديدة لانه انا كترينر او كبيم ترينر او سمي واش تحب احن اعطيك الشيء النظري based on different experiences فاهمين وانتو تختاروا على حسب الوضعية اللي خاصة بكم كذلك في عندك شيء ثابت يعني لازم لخاصة بك انت وخاصة بكل مشروع والفولدر ستتغير باختلاف او ستتحدث لشان اكون ادق ستتحدث يعني دوريا او كل شهر كل شهرين هذا على حسب شركتكم او شغالين في يعني حاب نصلكم لقطة لا يوجد شيء ثابت في كل يوم يتطور كل يوم يتحدث يتحدث بتحديث او يتطور او يتغير بتغير الاحداث يعني طيب بمجرد ما تعمل create project حياخذك عند الuser interface او project workspace طيب اول شيء من الاسم بين new folder or group data and assigned permissions هذه نحكي لها من بعد بمجرد ما تعمل click new folder حيقول لك create folder in beam arabia test يعني هذا اول folder رح تعمله creation في المشروع طيب رح نشوفها من بعد لانه بمجرد ما نعمل create رح عضي علينا خلينا نرجع لها من بعد شوي عندك download sync synchronizer project from your desktop Trimble connect sync هو يعطي بالم application اللي لازم تنزلها وتحملها عندك في ادخليها عندك في اللابتوب download the sync it's mandatory يعني شيء لازم تعملوا لانه without Trimble connect sync مش هيكون عندك collaboration environment يعني ما بينكم وما بين project stakeholders خلينا نقول مشان يكون تعريف او شرح اعم على سبيل المثال وش عنا وش عنا اوكي عنا الماب الworkspace الماب workspace بمجرد ما تعمل click تختار انت location المشروع map viewer اللي موجود في Trimble connect رائع رائع جدا وخصوصا اذا ربطناه ب surveying or topography يعني رح يعطيك output جميل حتى في presentation او حتى في شكله او حتى في اختيار الالواب سراح نحكي لكم الواب سايت يحمسك انك تشتغل على تشتغل على Trimble connect خليك دايما يعني طيب حيقولك زي ما شايفين خليك دايما attached to this platform map workspace detail دخل اسم الماب اللي هي beam arabia location على سبيل المثال فقط description enter map workspace description test location على سبيل المثال وتعمل next ويقولك نهنا اختار location خلينا نختار وين 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 نختار على سبيل المثال او تقدر تكتب حتى مثلا دواي uae dubaï then next system هذا universal or geografic latitude longitude داتم هذي عندها علاقة اكيد بجماعة الخرائط وكذا بس store future height in meters خليها in meters done بمجرد ما تعمل دا نحي عمل لك map workspace وراح ادخل location المشروع it will be saved new map workspace created successfully تعطي شوية وقت بس وحياخذك مباشرة على map workspace map workspace تقريبا فيها اشياء او trimble connect platform او applications متشابهين في العديد من الاشياء وراح نشوفها مع بعض طيب انت دخلت location المشروع طيب بقي لك الشغلة الرابعة اللي هي sketchup model sketchup model you can create sketchup model online عندك sketchup يعتبر ايضا من الapplications اللي تابع trimble هو في بداية الامر كان تابع google كان للأسف الشديد الفيترز اللي موجودة فيه كان very limited ولما اشتراته trimble تطورت فيه وصار انا نعتبره يعني من البرامج الرائعة جدا تقدر كبداية مثلا تعمل حتى small خلينا نقول small detail مثلا slab تعمل the first layer second layer مجرد مثال فقط you can create the second layer يعني على حسبك انت كيف كيف تشتغل ولا حسب الworkflow اللي خاص بك تقدر تعمل detail تحطه مش عارف انا تقدر تحطه كreference على حسب يعني بس على كل حال sketchup اذا تعلمتوه وكنت يعني انا مش هنقارنه brevet او archicad او other software بس sketchup الناس شغال عليه مشان يكون اهاتي يعني مشان يكون من software المتطورة اللي أقدر استعمالها في beam modeling اللي متعودين على sketchup اكيد رح يشوفوا باللي اشياء هذه very familiar يعني زي ما شايفين تقدر you can create a lot of things يعني به بتقدر حتى تصدر ال sketchup 3D model to the rivet يعني مرات ال rivet انا شايفه يعني it's limited يعني من ناحية modeling 3D modeling بتقدر تعمل modeling other software مثل زي sketchup او حتى studio monx او اي modeling software organic خصوصا organic وتقدر تصدر ال rivet هذا بس يعني مشان تكون عندكم فكرة لما تعمل المشروع شو ال user interface او project user interface لحيكون عندكم نفس الشي زي ما شايفين هاته 3 commands رح يتكرر عندكم في small blue button اللي هي add بمجرد ما تعمل click نفس create folder متقرع عننا it's new folder create 3d model هذي وعندك create map workspace اللي هي already عملناها map viewer or location وعندك upload files upload files هذي مش موجودة طيب في difference between create folder and upload files طيب لما تعمل click على upload files احطيك two options يقول upload files you can select more than one file at time two options وشي هما two options يقول drag and drop files here تقدر تاخذ مثلا اي file وجيبونا هنا وتحطه مباشرة في workspace وتقدر مباشرة تعمل browse ممكن خزن ممكن ممكن فائلات عندك د او او تعمل مباشرة ويحتحمل عندك طيب خلينا نروح step by step create new folder اول folder وتتدور على المشكل مش راح تحصل شو المشكل المشكلة انه انا عملت submit بعد ما خلصت اسم الفايل يقولك you entered invalid name please try again انت تستغرب شو هذا ال invalid name هل في تسمية معينة للفولدرات هل في شي هو لا لعنده لا علاقة لا بتسمية بفولدرات ولا شيء المشكلة انه بعد ما خلصت كلمة structure عملت space وعملت submit بس لما نشيل space ونعمل submit احكرت لي الفايل انتبهتوا للشي هذا انتبهتوا للشي هذا ممتاز جدا طيب زي ما شوفوا بعد بمجرد ما نعمل create a folder هنزلي automatically الماب يعني اذا سكرت هذا وسكرت sketch up yes وحطيت هذا حياخذك مباشرة على location زي ما شايفين تمام هاتي description the small description احنحكي عليها بالتفصيل المستقبلا يعني في الكورسات اللي جاي ان شاء الله بس انتم امشوا معي step by step كيف ندخل مشروع جديد وكيف تعمل project management للمشروع جديد تمام how you manage قصدي مش project management بالمعنى الاعم بس انا قصدي how you manage the new project in your cd or in trimble connect platform طيب اه شفنا كيف نعمل folder بس مش شفناش كيف ننزل او كيف نعمل upload لي اه الفايل فايل اه folder it's done مزل عندي الفايل وين نروح 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 الاد ها نجينا هنا نأبلود files طيب نختار option one or option two doesn't matter يعني خلينا نروح نختار اه اه روش راح نختار نختار ال table هذا البسيط عادي نجيبونا هنا ونحط نعمل drag and drop نحط شوفوا معي من تحت رح يقولك انه uploading zero of one files رح يعطيك ال indication انه في فايل رح يتحمل بمجرد ما يتحمل يقولك upload complete وحينزل عندك الفايل زي ما شايفين coffee table تعمل click على coffee table تشوف نوعية الفايلات لنوع الفايل اللي نزلتو عندك او ملجيتو عندك في cde it's loading في نقطة مهمة جدا مش مهندسين انه التريمبل كونكت اه تقدر تشوف به ريفيت سكاتشوب اوتوكاد بي دي اف وورد جيباك اي شيء اه اكستنشن تقدر تشوف يعني اه بي هو راح نشوف الاكستنشنز اللي يقدر يعملهم decoding مع بعض زي ما شايفين الصورة ممكن هاته الصورة اه بتحب تشوف شو نزلت يعني او اه راح تفهمه حتكون الصورة اوضح مستقبلا اه لما تنزل صورة عندك في cd او في الفولدر مش قادر تعمل بالصورة هذي you can assign tasks من الصورة هذي وتقدر توظف ناس يخلصولك tasks فقط من الصورة هذي انت حتستغرب انه محتستغربه ممكن من كلامي حاليا بس هذه الحقيقة خلينا نمشي نمشي بس يعني step by step فيما يخص creating new project طيب انتم زي ما شايفين احنا عملنا خلينا نعمل هذا ال delete تشيلوا اننا مش محتاجين يعني اه حاليا اه صورة هذي اوكي طيب احنا عملنا اه الفولدر اللي خاص بالمشروع طيب فرضا في لحظتين ما انت مشيت في المشروع يعني خلينا نقول اسبوع اسبوعين وجاكم ريكوست ما عند المالك قللك لا والله انا بطلت حب نزيد مثلا حب نزيد طابق او طابقين على المشروع انت مصطر انك كinformation manager or yes information manager or beam manager or حتى the project responsible or the project admin انك تغير معلومات هذه المشروع من وين نغير معلومات المشروع او من وين نحدث معلومات المشروع بسيطة جدا احنا خلصنا من هذه ما زلتنا بس شغلة واحدة فقط اللي هي the three dots وحنشوفها من بعض هذه في ال coordination and collaboration workflow وعندك or the square divided in four small squares بمجرد ما تعمل click هي the view سواء list او بشكل ثاني اللي موجود عنا عادي في المايكروسوفت زي ما شايفين click في واحد يحب انه الاكسبوجر يكون بشكل هذا وفي واحد يحب يكون lists انا انفضل انها تكون lists يعني وانتم على حسب وش تفضلوا يعني خلصنا من هذه انتم شايفين code description revision edited by edited date رح نشوفها مع بعض في حاجة تسمى الميتا data يعني وحنتكلم ان شاء الله كثير اذا احيانا ربي انو حنتكلم حتى على ال ISO naming convention حنتكلم على الأشياء كثير انتم بس يعني حاولوا تاخذوا notes لانه ممكن مش هتستخدم مستقبلا في شغلك يعني بس اخترت انا تريمبل كناكت متعمد يعني كنت قادر نعطيكم cde ثاني او بلاتفارم ثاني مثلا stream beam or all plans beam plus كنت قادر نحكي لكم حتى على بس تريمبل كناكت تقريبا شامل الكامل ال commands اللي موجودة في other cde يعني اذا تعلمتوا تريمبل كناكت نفس الشي احتلقوا تقريبا متكرر في other applications or platforms يعني مش رح تشوفوا big difference يعني في فروقات بسيطة ممكن اشياء تلقاها في تريمبل ما تلقاهاش في بلاتفارم ثاني بس 90% نفس الشي ما تكرر تمام طيب خلصنا من هذه زي ما شايفين خلصنا من light grey workspace سموهه زي ما حبيتو ورح نشوف قلت لكم هذه من بعد ورح نشوف حتى tags شو معناه tags اي شيء اي شيء موجود هنا هنشوفه مع بعض ان شاء الله طيب جاكم فرضاً طيب كيف تحدث معلومات المشروع من اول وجديد بسيطة جداً تروح الحاجة اسمها sitting موجودة في البلو بار انسوا لي هذو team to do activity release هذو انسوا وكأنهم مش موجودين لانهم بعدها هنشرحهم one by one هنشرحهم one by one ركزولي فقط على settings لانها عندها علاقة بال project the new project management تمام؟ عندها علاقة بالمشروع الجديد يعني اي شيء تغيير اي شيء تعديلات اي شيء خلينا نقول عنده علاقة بال project configuration تمام؟ رح تروح ال settings طيب تعمل click على small arrow وتشوف في عندك خمسة نقاط عندها علاقة بال settings اللي هي project details notifications units user permissions and sync خلينا نروح واحدة واحدة طيب اذا مشينا ال project details طيب انت اذا جاك انت اذا جاك request من عند المالك ولازم تغير معلومات المشروع وين تروح تروح ال project details بمجرد ما تعمل click على project details هياخذك على معلومات المشروع لانت دخلتها اول مرة طيب مقسوم مقسوم ال two parts عندك ال project details and project settings ها الworkflow او الworkspace هذا عافوا مقسوم ال two parts ركزوا معي ال overview على المشروع project details مقسوم ال overview مقسوم الى project settings تمام؟ اذا حب تعدل اسم المشروع عندك possibility تعدل اسم المشروع تمام؟ على سبيل المثال فرضا project احنا عملها بالكامل capital بمجرد ما تخلص capital تعمل save changes تمام؟ project ownership تمام؟ ممكن تغير الحساب وهو كلهم تحتك يعني project ownership وعندك license فرضا ممكن انت كانت عندك basic والله هي عجباتك basic وشفت انه Trimble Connect اوكي ممتاز رحت شريت انت ال premium تعود تعدل premium بش يكونوا عندك more features يكون عندك possibility انك to discover more features in the enterprise يعني or the business or the business premium يعني مثلا اشتري ممكن ال project details رحت تعدل فيه او جي ال project details تعمل modification فقط لانك غيرت اللايسنز نجينا هنا وتغير اللايسنز save changes وروح كمل شغلك فهمت عليه؟ طيب فرضا ممكن render مع جبكش اول مرة كان على السريع وبس حاطيت وصور المشروع التيمتاعك شغال على render كويس يعني بعد اسبوع اسبوعين طلعت ال quality احسن تقدر you can upload new يعني you can upload new picture of the project يعني تحدث فيه الشي اللي ما يتغيرش هو project server location انك اخترت خلاص location تاعك والسيرفر اللي انت رح تكون linked به ويعطيك حتى معلومات creation date ومتى اخر مرة تعدل اه متى اخر مرة تعدل المشروع انتبهوا الشغلة يا جماعة انتبهوا الشغلة انا حاليا كتبت arabia test project غيرت ال project الى الى capital من small الى capital حاليا انا غيرت كتابة بس ما سيفتش التغييرات شوفوا معايا التاريخ مارش 16 شهر مارش او مارش او مارس بالفرنسي 2021 العاشرة و 22 دقيقة شوفوا الساعة كامل الحين العاشرة و 42 دقيقة خلينا نعمل save changes ونشوف هل يتغير الوقت او لا كامل وقت العاشرة 43 صح يعني اي حركة اي حركة تم في cd او في trimble connect بصفة خاصة في cd بصفة عامة وفي trimble connect بصفة خاصة it will be traceable يعني رح تكون عندك all be recorded all will be recorded يعني اي شي تم ما هتشوف هتشوف حينا غيرنا اسم المشروع تغير التاريخ لو نغيرها بكرة يتغير التاريخ مع الوقت by whom by bilal 3d يعني اذا كان شخص تاني غير في settings المشروع وجيت انت صباح مثلا اذا كانوا مثلا 2 or 3 admins في المشروع جيت شوف فيه تغيرات في المشروع من اللي يغير جيت هنا project تشوف اخر شي تعدل في المشروع فيه شغلة ثانية يعني الكلام يجيب الكلام خلينا اقول او المعلومة يجيب المعلومة فيه شغلة اسمها activity بمجرد ما نعمل click على activity شوفوا معي يا شباب بحي يقول لك اخر activity تمت في المشروع بيم arabia test project وش هي انه بلال غير بيم arabia test project من هذا الاسم وش طبلك عليه وصار اسم المشروع بيم arabia test project وصارت هذه يعني شو الاكشن renamed الاكشن اللي تم انه renamed project يعني عملت تسمية المشروع مين اللي يسواها بلالتريدي يعني مرات مرات واحد بالخطأ يدخل او واحد متعمد to scenarios يعني يدخل الى cd حبي عملك مشاكل عملك delete لكامل الفايل هو ما يعرفش يعني معلوماته محدودة في cd انت اعلم منه وعندك خبر اكثر منه ادخلت شغال انت عادي تحدور على الفايل ما حصلتش الفايل ما توجه على راسك محدش ما تزعل ولا متعمل ولا شي تروح تعمل تحقيق ولا شي تروح الاكتيفتي وتشوف اخر اكتيفتي صارت في cd وحتطلع الانسان هذا اللي يقل لك هو اللي عمل اللي عمل خلينا نقول delete او عمل المشاكل في cd تمام نرجع ال project details الاكتيفتي مهمة جدا يعني traceability of all the activities هتلقاها في الاكتيفتي هذه تمام طيب وش قلنا قلنا project server location حيكون ثابت created creation date رح تكون موجودة ايضا it will be recorded و last modified حيعطيك اخر تحديث تم الوقت الساعة و modified by home في معلومات ممكن تفيدكم بنسبة لمشروع هذا اللي هي size folders files users size معناها size الفايلات اللي محملة على cd folders هم عدد موجودين في cd حاليا عندي واحد زي ما شايفين عملت واحد و file واحد اللي هو الصورة و user واحد اللي هو انا صح ولا لا طيب هذه المعلومات ممكن تفيدكم يعني مش عارف كيف راح تفيدكم بس في ناس احتفيدهم يعني بس هذه المعلومات in case حبيتوا تعرفوا كم folders و كم files و كم حتى users خصوصا ال users تقدر تشوفوا من project details اللي هي under overview عندك شغلة ثانية اللي هي start date والend date فرضا انك تأخرت في تنفيذ المشروع تأخرت حتى في حتى في design phase يعني انت كنت مقرر تبدأ design لسبوع هذا لا تأخر شهر عدل و شوف if this will affect your schedule or not تخليه نفس المشروع تعمل fast tracking تعمل crushing على حسب برنامجك انت الزمني تخليه زي ما هو او تعدل تعدل تاريخ تسليم المشروع حسب اتفاقيتك مع المالك project description مني كان مثلا جي بلاس 12 يجي الملك يقولك لا احابوا 15-20 دور على حسب تقدر تعدل description المشروع بكل سهولة تعمل save changes تمام طيب في نقطين مهمتين جدا جدا اللي هي delete project and leave project اسوأ سيناريو انه يجيك المالك يقول cancel المشروع وخلاص راح نتحول الى شركة اخرى تخلص لي المشروع في الحالة هذي وش تعمل لازم تشيل المشروع من عندك ميسيدي لانه الحقوق يعني خلاص ما بغيتش يعني عندك الحق انك تشتغل في المشروع تعمل delete project بس حذاري هعطيك notification وش يقولك delete in this project will delete the project from you and all the members in this project this cannot be undone يعني خلاص بمجرد ما تعمل delete project it will be deleted forever يعني بدليل كتب لك نهنا delete project forever يعني انسى المشروع خلاص اذا حبت اعمل نفس المشروع لازم تعود دخل المعلومات من اول وجديد وبعد يأكد لك are you sure to want this project وانت تأكد yes or not هذا السيناريو في حالة ما cancel المشروع بطل المالك على حسب يعني تحتمل العديد بناء السيناريو وعندك leave project leave project are you sure you want to leave this project هذا السيناريو وارد في حالة ما اذا صرت انت مسؤول عن مشاريع ثانية مثلا عندك مثلا مشاريع اهم خلينا نقول او مشاريع في مكان غير بلادك مثلا لازم تسافر بدليل بضرورة يعني قصدي حتى ولو تسافر سيدي حيكون معاك بس عليك load زيادة وعينت واحد معاك يعني حيكون هو admin المشروع you can leave the project to him يعني تخليله المشروع وتكمل انت في مشاريعك الثانية كيف ترجع للمشروع لازم واحد من team members يعمل لك assign او يدخلك او admin itself يعود يدخلك من اول جديد leaving the project عنده اسباب وزي ما قلتلكم ممكن عندكم load ممكن انت مشغول ممكن تفنشت يعني لقدر الله ممكن تفنشت مشاركة يعني عندها العديد من الاحتمالات تمام طيب this is for the project details راح نشوف notifications ونشوف units طيب خلينا نشوف units زي اي platform يعني انتم عندكم في ال rivet عفوا في ال auto card sketch up في كامل authoring tools modeling tools انك لازم تعادل unit ال platform او ال platform او ال platform او ال working space او ال work strategy عندك الملمتر حتى imperial custom you can custom عندك بالمترق والمترق ال unit system عفوا وعندك الملمتر عندك الملمتر عندك سنتيمتر كلمتر كلمتر على حسب يعني وتعمل decimal how much how many numbers after the comma يعني تحطها اثنين على سبيل المثال area square meter two numbers cubic meter على سبيل المثال tone ال weight تحتاجها بعد في التكلا او على حسب يعني angle تخليه degree or radian على حسب وتخليه one point zero point one or two على حسب يعني وتعمل save changes ال units تحتاجهم بعد في 3d viewer احنشوفها مع بعض عمل save changes عندك الشغلة الثانية يعني في ال project modification عندك ال project details اللي هي معلومات وعندك ال units انت تدخل تعمل programming للworkflow او ال workspace اللي انت شغل فيه عندك ال notifications ال notifications جوش يقول عندك two parts عندك ال notifications اللي هي email notification mode وعندك activity preference في ال notification شوفوا اسمعوني فقط وش راح نتكلم في هذي واذا ما فهمتو الشيء سجلوه ورح تفهموه من بعد طيب عندك email notifications can be configured for all project members or users can be allowed to customize their settings individually عندك two options ال project admin هو لديفين او يخير ال email's preference for all project users يعني اذا صار في notification او task assignment during the project design phase or construction او حتى facility management مرة انت تعطي tasks للteam الواحد team member one team member مش بضروري ناس كله تشوف التاسك يعني ممكن انت بعث له تاسك شوية معه comment بهد له فيه شوية انه قصر او عمل غلطة لا تختفر خلينا نقول مش ضروري ناس كله تشوف يعني notification يعني خليها يعني private يعني خليها بينك وبينو يكن تعمل preference للemails يعني يعني فيه notifications يوصلوا للteam بالكامل وفي notifications لا يقولك project users can customize their own emails preference يعني نفس الشيء انت عندك you can customize your own email preference تقدر تدخل انت على الplatforms او تدخل على لما تكون user تدخل وتشوف شو notifications اللي قادرة توصل لك من وين من هذه من activity preference يعني خليني انا كادمن متحكم في notifications بالكامل لماذا اذا حملت فايل هو قسم لك activity type activity preference ومتى تجيك notification على email هنا نقطة مهمة جدا في information exchange وفي الbeam workflow طيب هدفنا نحنا من cd او هدفنا نحنا من information exchange strategy او process انه نخفف حكاية الايميلات او we control that much of emails قلت لكم اخر مرة انه في بداية المشروع involved stakeholders راح يكون واحد اثنين اربعة خمسة ستة عشر مش كثير يعني number of information راح تتم بينهم من بين بعض مش that much complicated يعني بس كل ما تقدمنا في المشروع راح يكون في more involved involvement stakeholders يعني ملايين الايميلات راح تروحوا جيد طرد يعني انت مستحيل في النهار راح تشوف 100 او 200 ايميل او 500 ايميل ومش راح تكتب نفس الشيء 500 ايميل وترسل 500 ايميل في الـ building information modeling workflow في حركة معلومات او information exchange and circulation كبيرة جدا طيب كيف نضبط الوضع هذا وش نعمل cd بصفة عامة او as cloud or server based هدفوا ان يخفف عليك شغلة الايميلات يعني مثلا انا اذا حملت مثال بسيط يا شباب فرضا اذا حملت الفايل وحطيته في cd تمام خلصت شغلي وحطيت الفايل خلصت الريفت مودل خلصت التكلا خلصت الام اي بي مودل اي مثال اي مثال حطوه في روزكم ويمشي الحال ان شاء الله خلصت وحطيت الفايل وحطيته في الفولدر الخاص به اللي هو architectural team بمجرد ما نحط الفولدر يعني في classic workflow تحط الفايل وتبعث email وتحط الفايل اللي خلصته attached في email وساعة وانت تستنى حتى يحملوا الانترنت بطيء يعني الامر مزعج اول شيء ومضيعت وقت no في cd هدفنا انه او في الbeam workflow هدفنا انه نوفر وقت تمام وش تعمل بمجرد ما تعمل upload للفايل احتوصل شوفوا معي احتوصل notification automatically هاي يقولك file uploaded احتوصل automatically invitation sorry notification للكامل الناس المعنيين ويكتب له في ال e-mail وش يكتب له في ال e-mail اه for example member a he has uploaded the file the name of the file ويقولك check please في ال e-mail يعني ال e-mail it will be sent automatically يعني حيخفف عليك شرط ال e-mail انت فقط لازم تعدل notification مثلا انت ك information manager لانه غالبا في الكود المسؤول عن cd هو مسماه information manager مش ال beam manager بس مرات نفطر انه ال beam manager هو يكون نفسه information manager لأسباب تعرفوها اكيد او احنا حكي لها مستقبلا اه اذا كان files moved renamed restored download sync file check out اي شغلة تعاملها تخص ال file احجيك notification by e-mail file بعد روح ال folder نفس الشي folder downloaded deleted احجيك notification يعني انت تحكم في notification يعني اختصر لكم انت ك beam manager or information manager شو الاشياء اللي لازم يجيك عليها notification مشان تكون متحكم او to be more controlled او يعني to be more controlled by you تحدد تقول والله انا حاب notification كثير اجيني على الفايل لاني خايف لا يروح يضع علي file فايل يتحمل مثلا واحد من team members حمل فايل معين اجيك notification اي ميل بلال دريدي حمل فايل تكون انت عارف يعني وهو عارف انك انت عارف هذا هو الشي الجميل لانها التعريف الاول اللي سيدي هي the single source of truth يعني كل شي المكشوف يعني فهمتوا لي؟ طيب رح نشوفها بالتفصيل هذه من بعد يعني احنا نرجع لها يعني الـ users على سبيل المثال اذا انت if you invited new users to the project هجيك notification انك دخلت وراح تروح له هو notification اكيد اذا user left يعني تشوف انه واحد من team member راح مثلا عندك عشرين ثلاثين أربعين واحد في CD تستغرب تقول ليش راح مثلا يجيك notification ممكن عنده سبب معين او يجيك اذا بعثت او اذا ارسلت دعوة by email بمجرد ما يدخل معك في المشروع راح تجيك notification انه صار معك ما تبقاش تستنى وينك افلان وينه لا عندك كل شي يحجيك notification بالكامل راح تجيك الـ clashes نفس الشيء اذا طلع لك clash وما clash clash added deleted assignment نفس شي يحجيك notification اكتبوا نقطة فقط يعني واحنا ان شاء الله ماشيين في الـ Trimble Connect Courses ارسلوا لي في تشات مثلا لما نوصل للـ views قولوا لي شو علاقة الـ views notification بالـ views لما نوصل للـ clash قولوا لي بس ارسلوا لي في التشات شو علاقة الـ notification بالـ clash releases to do comments الـ other نفس الشيء فيه شغلة مهمة جدا اللي هي comments يهمك ضروري انك تحط عليها check بالكامل فرضا انت حطيت فايل او واحد متين ممبرز حطلك فايل في الـ في الـ في الـ او في الـ في الـ يكتب لك تحتها comment دير انجينير بليز تشاك بلا 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 رح تصير بينك و بينه زي تشات كل ما يبعث لك رسالة احديك notification باي ايميل كل ما تبعث له رسالة رح توصل له notification وتوصل لك انتا notification باي ايميل هذه الـ comments مهمة جدا اذكروني فيها اكيد بعد رح نشوفها مبعضة لكل حال رح تمر علينا وعندك other project updated renamed زي معا سوينا من شوي احتوصل لك notification فرضا project renamed خلينا هذه ونعمل save changes عفوا ونروح الـ project ونعمله rename نعمله rename باش نشوف هل احتوصلني notification او لا لتأكد يعني طيب نسميه beam arabia test project 01 done نعمل save هدفنا بس نشوف شو طبيعة الـ notification اللي توصلنا يعني done خلينا شوف هل توصلني notification او لا طيب نستنى عليها شوي عادي اه نرجع الـ notification عندك الـ others اللي هي project renamed or updated طيب وعندك daily digest time اللي هو اه دجسن اللي اه 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 خلينا نقول اه الـ folder or backup folders تقدر تعملهم cleaning up تعمل ايوه شوفوا معي يا شباب او وصلني ايميل شايفين هذا الـ e-mail Trimble connect Trimble connect Trimble connect beam arabia test project وصلني ايميل نفتح وش يقول يقول لي hi Bilal Bilal this is an instant e-mail for beam arabia test project regarding the following activity Bilal 3D or any team member renamed project from beam arabia test project to beam arabia test project 01 تقدر تقول تقدر true view project if you are new in Trimble يقولك بعد اعمل حساب يعني ما يهم من هذا بس notification راح تجيك هذه من دون ما ترسل e-mail وتقول والله يا سيدي اني عدلت اسم المشروع لازم نخبر الناس وكذا لا 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 كامل الناس involved في المشروع كامل stakeholders اللي involved في المشروع يحوصوا لهم هذا الـ e-mail شفتوا كم الوقت وفرنا ممتاز صح طيب الـ units شفنا notifications شفنا project details شفنا user permissions هذه راح نشوفها مع بعض من بعد في folders والsync نفس الشيء هنشوفه من بعد نقطة اخيرة بس ونسكر كورس اليوم انا حكيت لكم على Trimble Connect براوزر حكيت لكم على Trimble Connect Desktop Application Trimble Connect Sync Trimble Connect Mobile and HoloLens طيب من وين هنجيبهم هذو؟ طيب اذا حاب نرجع في نقطة مهمة جدا ولازم تذكروها هذه اذا حاب اتحرك او امشي من project working space الى project's working space او اذا حاب تتنقل من مشروع المشروع بسيط الامر جدا نجينا هنا small arrow black arrow from when و تختار واحد من المشاريع الموجودة عندك or you can view all projects هذه التكنيك الاول التكنيك الثاني تعمل تقليق مباشرة على Trimble Connect يوديك كامل مشاريع على two techniques سواء تعمل تقليق على small arrow وتختار انه مشروع او تروح view all projects او تعمل تقليق مباشرة على Trimble Connect ويوديك ال project space تمام طيب من وين رح نجيب زي ما قلنا Trimble Connect Desktop Application من وين رح نجيب Sync واوا بسيطة جدا شايفين هذو ال dots هذه تعمل click حياخذك على connect applications او Trimble Connect application store small application store يعي مش بيك زي apple ولا autodesk على سبيل المثال بس هتحصل كامل applications اللي موجودة في Trimble Connect Trimble Connect for windows اللي هو for desktop هو اول واحد تعمله download بمجرد ما تعمله download هيصير شكله بشكل هذا نفس user interface بس فيه اختلافات بسيطة رح نخصص كامل رح نخصص كامل رح نخصص كامل رح يتحمل عندك المشروع اللي دخلته جديد اذا شايف انه تاخر عليكم و حملت مشروع جديد و مطلع لكش اعمل هنا شي يسمى اعمل synchronize project library و رح يتحمل عندك هذا هو Trimble Connect desktop application وتقدر تعمله pin عندك هنا اه في taskbar تمام اه السكند اللي هو Trimble Connect for mobile يقول لك تحمله من app store او google play واحنا نحكي على الموبايل و كيف نستعمله في السايت كيف تعمل quality control و كيف تعمل اه progress checking يعني شي رهيب بصراحة يعجبكم عندك Trimble Connect for mixed reality اللي حكونا hololands و قلتلكم من Microsoft متطورة مش عارف انا ممكن اخطأت قلتلكم مطورينها جوجل لا هي مطورة من طرف مايكروسوفت مش جوجل تمام و عندك Trimble Connecting هذا من دون Trimble Connecting مستحيل حتشتغل بالcoordination و مستحيل بالcollaboration انسا نهائيا Trimble Connecting حيكون شكله بطريقة هذي اه تعمل بس sign in و من اسمه في ناس اكيد منكم فهموا يعني من اسمه انه بين انه for synchronization تمام و رح نحكي عليه مطولا هذا sync و رح نعمل exercise عليه و نشوف اه كيف نستعمل Trimble Connect sync شو الفايدة يعني مصراحة رح تستمتعوا كثير بهذا ال application ان شاء الله و عندكم Trimble Connect for rivet نسير تحكي لكم على Trimble Connect for rivet اه في add add in or plug-in خاص يعني خاص ب Trimble Connect وهذا يعني بصراحة الناس اللي شغلين ريبت رح يستمتعوا كثير بهذا بهذا البلوجين بصراحة رح نحكي عليه رح نفتح مشروع rivet وفيه small tricky thing in Trimble Connect for Revit اللي هو فيه شغلة جميلة جدا يعني Trimble Connect by default إذا فتحت Revit File ما تقدرش تشوف Revit File مستحيل إلا إذا عملت له publish من هذا الـ Application نحن نعمل تطبيق ونشوفه مع بعض يعني وإن شاء الله يعجبكم سجلوها نقطة يعني إن كيس أنساها يعني في الأسئلة بعد على كل حالين يحطها يعني في الـ Program في البرنامج وعندك Trimble Connect Vizaliger هذا اللي هو 3D Viewer with Business Premium and Business License يعني رح نشوفها مع بعض يعني وعندك Status Sharing هذه الجماعة الـ Construction Managers وعند الناس يشغالين في السايت رح نخصص كورس بالكامل على Status Sharing اللي هي هذه رح يصير عندك Follow Up للـ Progress الشغل بالـ Color Coding وحيكون عندك زي شيء شابه بالـ 4D Simulation بس بالـ Color Coding يعني يصير عندك مثلاً In Progress اللون أحمر In Hold اللون أخضر Automatically مش أنت لتعمل شيء هذا أحياتك Color Coding خاص بـ Trimble Connect اللي هو Status Sharing وحيستعمله يعني ورح نعمل Exercises عليه وحيعجبكم أكيد زي ما شايفين ما عنده حتى يعني ما عنده حتى يعني User Interface أو حتى Options لأني ما نشفتح 3D بمجرد ما أفتح 3D بمجرد ما أفتح 3D رح يصير عنده يعني حتى تصير عنده يتقول بـ Active يعني إذا كنت فاتح 3D 3D يعني Model زي ما شايفين Enable Disable ما فيش ما فيش ولا شيء ونحن نحكي عليه بالتفصيل إن شاء الله في الكورسات المستقبلية أكيد حخصص له كورس وعندك Trimble Connect اللي هو Sync Manager هذا خاص بجمعات Surveying وعند Mapping بصراحة أنا مانيش متخصص في المapping بالنسبة al Trimble Connect بس هذو من الناس اللي حابين يتقدموا أكثر في هذا الموضوع كامل المعلومات تحتجدوها موجودة في الشي اسمه تلقوها موجودة أكيد في Trimble Connect ووب سايت في الأكاديميك أو داوت فوروم خلينا نقول طيب أنا أظن أنه خلصنا لليوم إن شاء الله تكونوا بس استفدتوا منيش حابة أكثر عليكم يعني لأنه أنا الفضل تكون الكورس خفيف وحيكون إن شاء الله حتكون Siri أوفترين بالكناكت عشر أثناش المهم نخلص لكم إياها بالكامل إن شاء الله في عنا بس أسئلة في التشات وش يقول السؤال الأول السؤال الأول يقول فضلا كيف حملت الصورة للداخل قصدك صورة المشروع نعم صورة المشروع قصدك صورة المشروع صح طيب خلينا نعمل New Project صورة المشروع أه أه فهمت عليك فهمت عليك أنت قصدك كيف حملت الفايل الداخل يعني فهمت عليك يعني كيف حملت الصورة كيف حملت الصورة يعني عملت لها جبت صورة كذا مشيتها حطيت وحطيتها زي ما هي هنا يعني وحطي في في الوكيشن هذا يعني تختار انت الفولدر من بعد وين حتحط الصورة قصدك هذا السؤال استاذي صح اذا انا ما اخطأتش يعني هذا السؤال كيحتمل اجابتين يعني اما صورة المشروع او كيف حملت الصورة وحطيتها في في السي دي او في يعني فولدر يعني بس هذي نشكركم على الحضور وان شاء الله تكونوا استفدتوا يا رب واذا عندكم اي سؤال احنا حاضرين حياكم الله شكرا جزيلا لحضرتك مش مونس عم حضرا نعم بس نجاوب على هذا السؤال عن طريق السحب او استاذي اه عن طريق عندك الابلود فايل اما عن طريق السحب او عن طريق البروز يمكنك تختارها من اني فولدر مثلا هذي وتعمل اوكي تنزل اوتوماتيكلي عندك عندك طريق تينية اما السحب او براوز تختار يعني الفايل اللي موجودة فيه الصورة وتحملها اوتوماتيكلي يعني واضح في نسخة تجريبية نعم في نسخة تجريبية الفكرة انه احنا في بداياتنا في البيم امبليمنتيشن جربنا كذا سيدي وكذا بلاتفورم وبصراحة كاجمع عجبتنا تريمبل كونكت يعني حاليا مش عارف انا مستقبل ونش راح يكون الكم مدتها ما عندها ولا مدة ما عندها ولا مدة يعني خليني نروح بس البرزنتيشن اللي عندي وحن نقولكم اه وش عندي كنسخ عفوا ايوه شوفوا معي واضح هل الشير واضح هل الشير واضح نعم عندك البرسونل اللي هو عندك اللي هي فري الستوريج عندك حتى العشرة جيجا بايت يعني هذي الفري شوف عندك الخصائص تاحية يعني انتو يعني اذا حبيتوا تجربوا ادخلوا على التريمبل كونكت وابسايت هو راح يخيرك من اذا حابت روح البيزنس البيزنس تكلفك عشرة دولار شهريا على هذي قلت لكم انه تريمبل كونكت يعني تقدر تمشي حالك بفايف يوزرز خمسين دولار شهريا تمام وتمشي شوي شوي لانه انتو قدر الناس يعني انتم سيد العارفين في البلدينج انفرميشن مودلينج استراتيجي اور امبليمنتيشن ووركفلو we have to be careful يعني مش تدخل تصرف 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 اي غلطة يمسكها عليك الماناجر او تمسكها عليك top management تعملك احباط لازم تكون ذكي في الصرف مثلا يعني كبيدة يعني البيم دي بارتمنت كم راح يكون 20 واحد مستحيل نتحدى اي واحد انه يقول لي بديت وعملت البيم امبليمنتيشن 20 او 30 واحد ضربة من ضربة الاولى لا او لازم تجرب تجرب شوي 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 انت نفس الشي امشي بنفس الاستراتيجية يعني اذا عندك مثلا القدرة انك تشتري لمدة سنة اللي هي ب500 دولار او 500 و 600 دولار اه تقريبا 6.3 تقريبا 1800 ريال او 2000 ريال او 2000 درهم ماكسيموم ممتازة يعني احتوفر عليك وقت احتوفر عليك جهد احتوفر عليك اشياء كثيرة ومش بالضرورة لما تشتري انت البزنس لايسنس مش بالضرورة الناس كلها بزنس لايسنس لا انت الادمين والناس رح يكونوا اه شغلهم بسيط محقق دوكمنتيشن يحمل دوكمنتيشن ينزل يعني مستحيل مستحيل هتوصل ذات ماتش اوف براجكت اللي تكون الليمتت براجكت يعني فهمتوا عليك وعندك البريميوم اللي هي اللي هي فيها بيم فيترز لنا جميعا اكيد وانا واحد من الناس منكم لا تشتري بلاتفورم فيه فيترز مش رح تستعملهم اشتري فقط الشي اللي تحتاجه فقط لا خلينا يعني 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 اذا اشتريت انا مثلا على سبيل المثال في عنا بلاتفورم اسمه بيم اول بلان بيم بلاس على سبيل المثال تطبيق رائع بلاتفورم رائع جدا بس فيه اشياء حالين انا ما نحتجهاش على سبيل المثال على هنشري شي ليش اشتري شي انا مش محتاجه حاليا محتاجه مستقبلا وخصوصا في بدايات البلدينج انفرميشن مادلينج امبليمنتيشن استراتيجي مستحيل حتطبق كل شي مرة لولو خصوصا اذا كان عندك البيم يوزز او البيم غولز يعني بسيطة مثلا كلاش دي تكشن كونتيتيز ديك اوف كواليتي كونترول يعني يعني نظن انه الفكرة وصلت اذا حبيته تبدأوا بال ممتاز اذا حبيته تروحوا البيزنس اختار لك يوزر تو يوزر ماكسيمام جرب اذا شفته اوكي 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 تقدروا تروحوا بلاتفورم الثاني بس اذا تعلمتوا على نحكي لكم باقي سيديز والبلاتفورم ستكون سهلة لكم يعني في سؤالين على ما اظن متى المحاضرة المكملة لو سمحت الاسبوع الجاي نفس الوقت ان شاء الله والمحاضرات كل يوم ثلاثة نعم 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 او انظن خلاص سليم الامور طيبة ان شاء الله اذا في اي سؤال العفو اخوي العزيز العفو ومنس عمر ان شاء الله هنتلقيكم ثلاثة الجاي ان شاء الله ومعنومات اكثر والله يفوق لانه نعطيكم قدر المستطاع من المعلومات ان شاء الله ممكن انا ومهندس عمر في برمجة اخرى لبرنامج رائع جدا خاص بالبراجيكت ماناجمنت والاجايل ام بيم اه اه اللي هي تطبيق اسمه البريكس كذلك ان شاء الله رح نخصص دروس ان شاء الله ب اه في احد التطبيق اسمه البيم كولاب ان بيم كولاب زوم اه هذا عنده علاقة بالكوردينيشن اند كولابريشن اه رح تستفدوا كثير بصراحة لانه اه انا واحد من ناس يعني اه نستغرب انه نستغرب انه كاكسبرتز وكمهندسين نحصر حكاية البيم كولابريشن مادلين في صفتوار يعني اه اكيد عارفين الشيء بس البيم كولابريشن مادلين مش الورد او الاكسل يقدر يعملك اه يطلع لك مادل 3D ويعملك المادلين الورد والاكسل يعتبر البيم صفتوار انا نتذكر رميح الكلمة هذه على هذه اه زي ما ننصح نفسي نصحكم مش مهندسين حاولوا تكون عندكم المامة يعني حاولوا تشوفوا 4D و 5D ما تشوفوش 2D بس أو 3D واي شيء تتعلموه نظري حاولوا تطبقوها على الواقع لانو الواقع حيحكسلك اشياء مختلفة جدا تمام اللعطيكم الصحة والعافية وفي خدمتكم اشارة اذا حتشتوا اي شيء وانتس عمر نظن خلاص يعني استاذ يا عمر السلام عليكم اعطيكي لعبت يا بش مهندس صراحة كنا منتظرينك من زمان يا بش مهندس من المحضرات السابقة مشكر حضرتك يا بش مهندس شرفنا معنا الله يسلم ان شاء الله متظريني المزيد منك ان شاء الله ان شاء الله على الواقع سليم اكيد الله يسلمكم يا رب شكر لكم الله يحفظكم يا رب جزاك الله خير جزاك الله يسلم وجزاك اذا عندكم سؤال مش مهندسين حاضر اي سؤال يعني مجال مفتوح يعني حابعث لكم رابط باش مهندسين في عندي بس live webinar اذا حبيتوا تحضروا لو يعني يتكلم عال technology and construction شو تأثير التكنولوجي في construction عفوا احنا بعث لكم يا اذا قدرتوا تحضروا يعني في experts من china state من utkans من كذا شركة يعني يشرفني حاضركم حابعث لكم الرابط على على التشات العفو مهندس على دكتور العفو حياك الله حاولوا تدخلوا تسجل اذا عندكم الوقت حتى تستفدوا كثير يعني خاصة ان شاء الله حصص خاصة بال3D laser scanning حنتكلم كذلك عن وفي معنى اكيد خوتنا المصريين ما شاء الله المصريين على راسي ما شاء الله كامل المعلومات واساتذتي بالكامل 100% مصريين يعني 100% مصريين اساتذتي تعلمت اشياء كثير من عندهم بحكم انكم يعني في مصر عندكم الاثار في شيء ما يسمى بالH beam اللي هو heritage building information modeling رح نخصص ان شاء الله session or two sessions نتكلم على 3D laser scanning وكيف نعمل protection الاثار باستعمال ال beam وهذه هتعمل ثورة او اصلا هي عاملة ثورة في انجلترا وفي الاماكن اللي فعلا يهتموا بالمباني الاثرية والقديمة اه اه سيصير عندك كم هائل من المعلومات لقادر يضيع منك اه كي نقول احنا ببعود ثقاف يعني انت تعمل التخزين في في الاركايفين بالاوراق وكذا بس لما تستعمل 3D laser scanning احطير اه عامل protection للمعلومات او المبناء الاثري وبدليل اه لما صار الحريق في اه اه نوتري دام دو باري اللي هي الكاتريدائية اه اوكي يعني اه عملت مشكلة وعملت بلبلة وفي ناس تأثروا بالموضوع بس في الجهة الثانية الداتا كلها كانت موجودة لانهم هم عندهم ال point cloud موديل اللي فيه كامل المعلومات بدليل انه حتى الناس الايطاليين اللي جاءوا من ايطاليا ورجعوا كامل اللواحات اللي كانت في الصقف وكذا ما كانش عندهم مشكلة انهم يعاودوا نفس الشي لانها عندهم عندهم في 3D ال point cloud 3D موديل ونحن تكون عنها ان شاء الله مهندس عمر انا نظر نخلاص المحاضرة استأذنكم ان شاء الله مهندسين ونشوفكم السبوع الجاي ومثلاثة ان شاء الله جزاك الله خير مهندس الله يعافيكم يا رب السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله